لتعويض النزيف المستمر في صفوف الميليشيات الحوثية بعدما فقدت الكثير من مسلحيها وفي ظل إحجام أولياء الأمور عن الزج بالمزيد من أبنائهم في جبهاتها التي تعيدهم أشلاء في توابيت تحتال الميليشيات المدعومة من إيران على السكان في مناطق سيطرتها للدفع بفلذات أكبادهم إلى براثنها ليكونوا رافدا جديدا لجبهاتها القتالية من هذا المنطلق لم يكن غريبا أن يناشد زعيم الميليشيات المدعو عبد الملك الحوثي المواطنين للدفع بأبنائهم إلى تلك المراكز نتوجه بالشكر والتقدير لكل المستجيبين بالمساهمة في الاهتمام بهذه الدورات والتي من خلالها تتم عملية الاستثمار لأبنائنا من الجيل الناشئ الذين هم في أمس الحاجة في هذه المرحلة وفي هذا العصر للعناية القصوى بهم تربويون وحقوقيون وكتاب حذروا الآباء والأمهات من الاستجابة لمثل هذه الدعوات والحفاظ على أبنائهم من الزج بهم في تلك المراكز الطائفية المشبوهة فيما تحاول الميليشيات الحوثية الترويج للمراكز الصيفية بدعوى إقامة أنشطة وبرامج علمية وتربوية وثقافية للطلبة والطالبات هي في حقيقتها مراكز لإقامة دورات تعبوية لإلقاء المحاضرات الطائفية وتلقين الملازم الإيرانية لطلبة المدارس تماثل الدورات الثقافية التي تجبر الميليشيات الحوثية الموظفين والمواطنين على حضورها وترهن الميليشيات الحوثية على هذه المراكز الطائفية لاستقبال أكبر قدر ممكن من الأطفال رغم المطالبات الحقوقية المستمرة بوغف تجنيدهم يظهر ذلك جليا في الحملة المكثفة التي سخرتها للترويج لهذا الفخ المنصوب لصغار السن حيث كان المسجد أحد ركائزها بالإضافة إلى مختلف وسائل إعلامها وتلك التي تسيطر عليها من وسائل إعلام حكومية وحتى وسائل التواصل الاجتماعي خطوة جديدة لغسل عقول صغار السن من الطلاب والطالبات والتغرير بهم والدفع بهم إلى جبهات القتال ليكونوا وقودا لحروب الميليشيات السلالية ضد اليمنيين